السلام عليكم أخوتي أهلاً ومرحباً بكم في مطبخ وصفات لالفاطيما وإن شاء الله فيديو جديد نحضر معكم إن شاء الله وصفة اللي سهلة وسريعة وكذلك بمكونات اللي بساطين اقتصاديين بالنسبة للوصفة دي اليوم فغانحضروها إن شاء الله في الميقلاس غانحضروها غير بكس ديال دقيق وفي نفس اللحظة كنحصل على واحد الكيمية ما إن شاء الله كيمية اللي كتير بزاف صراحة بنسبة لهذا وصفة هدي كتجي لديدة 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 بزاف وفي نفس اللحظة كتتحضر بسرعة قبل ما من دول فيديو كامل عادة منساش تدعموني بالعيك ديكم باش تجعوني بجائما إن شاء الله هنجيبكم الجديد كذلك تقول مرة كتشوفوني فمنساش تركوا في القناة سعروا جرس باش دايما تصلوا بجائد ديالي مهم دوب لما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله هنا في إينا غا نحتاج جوجي الملاعق كبار ديالسكر ساندة سكر حبيباس ضروري ما تديرو جوجي الملاعق كبار ممتلئين جيدة اللي هي خمسين جرام باش أكيا الوصفة بتنجح معاكم يعني السكرية عبدها ضور كبير بهذا الوصفة هدي ويمكن ما قلت لكم جوجي معالق اللي هي خمسين جرام كذلك هنضيف احنا يوحد الكيس بالنقه هدي الواني اللي كوزن سبعة فاصلة خمسة جرام وغا نضيف كذلك الملح اللي كان عادلو بها الماداق غا نضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح أيضا غا نضيف كاس ديال الدقيق الي كيوزر 512 جرام. بالنسبة لكس كان اعمروه غير بالميلعقة يعني كان غير باللود دقيق دينا وكان عمروه غير بالميلعقة بشكل كيعطينا دا 12 قرام اولا مية غرام دا شكيا الان ما قادر ان شاء الله يجوكم مضبوطة الا كان عندكم الميزان ديروا مية وطناش قرام. ما كانش عندكم غير باللود دقيق ديلكم. ومن بعد عمروا الكس دينا لعمبة ديلكم غير بالمعلقة. انا الاحطوا معي فاضفت بيضة واحدة للحجم ديلا متوسط وتكون درجة حرارة المطبخ. كذلك في الوقت هادي فغنضيف جوج دي الملاعق كبار دي النشا اللي هي الميزينة. هنضيف هنه جوج دي الملاعق كبار. عندي معبورين. آآ انتوما لكن عندكم الميزين ديروا سبع وثلاثين جرام بالضبط. ما يمان هنه هنه هنضيف الكمية اللي عندي. عندي معبورة. اللا حتمعي كنوريكم يعني عندي ملعقة كبيرة هي اللي كن كناخد بها العبار. هنه بعد ما ضيفت النشا فغنحتاج للحليب. مهم بالنسبة للحليب فما غنحتاجوش كامل. غنوريكم مهم غنختم الخليط ديالي وغنوريكم شحال غايب قليب هاد الكاس هدايا تبعه معايا. هنه يكن حاولها كالحليب نضيف غير شوية بشوية. مهم بالنسبة للحليب فكنستعملوه بارد يعني بدرج حرارة المطبخ او لفت اللاجة مش مشكل. مهم ما يكونش سخون يكون بارد. هنه اللحظة معايا كنضيف غير شي شوية. وكان حرك وكانضيف الكمية المتبقية غير بشوية مهمة للكاس هدا. مغنضيفوش كامل. كنحاول هكا نحرك الخليط ديالي مزيان. حتى كنساجم للدقيق وكذلك كيدوب ليدا كاسكار اللي ضفت. توقصو يدوب. مهم كنحرك مزيان. حتى كي اختفو ليدا كالتولات. وكن نحس هكا باسكار. تهوا داب. هنه غنضيف واحد شوية بللي الخليط باقي خصو شوية. مهم فادلوقيته هادي مغنضيفش كمية اخرى ديال الحليب. غنكتفي فقط بها الكمية هادي. مهم غنوريكم القوام كيفاش داير. مهم فانا استعمل تسعين مليلي لتر ديال الحليب بالضبط. وانتوما لما كانش عندكم يعني كيفاش تديرو تعبرو المليلي لتر فكيبقى تقريبا الكاس ديال العنبه كيبقى منو اربع كاس ديال الحليب. مهم كنحاولوها كي نحركو الخليط ديالنا مزيان حتى كنساجم. وما كيبقاش يبانونا كيفية كالتوليس. وهكا كيكون الخليط ديالي واجد هدا هو القوام المطلوب يعني كيكونكي واحد القوام اللي خفيف. غنوريه لكم ان شاء الله مرة اخرى. مهم ها فادلوقيته هادي فغنضيف ملعقة كبيرة ونصف من الزيت زيت نباتية. ونحرك من زيان. احتى ما كيبقاش يبلدك الزيت وكي نساجم زيان فالخاليط. لاحظوا معي القوام ديالو كيفاش داير. كيكونككي واحد القوام اللي خفيف كيكون اخف من القوام ديال كيكب كتير. يعني صراحة كيكون القوام ديالو بحل قوام ديال نسلي. نسلي حليب نسلي يعني حليب مركز محلة. كيكون بحاله تماما نفس اللون وكذلك نفس القوام. مهم بالنسبة للحليب. فالكاس ديال العنبال اللي كيوزين مياه وخمسين ميلي تخلي تكيام انه تقريبا واحد ربع كاس. مهم ربع كاس زايد واحد شوية مهم. ماشي ضروري يعني وخات تخلي وغير ربع كاس مهم كي تبقوا في الاخير تشوفوا القوام ديال العجيم بالعين ديال كم حيس كيكون الاختلاف النوعية ديال الدقيق وكذلك في الحجم ديال لبيض. اهم حاجة الخاليط مخصوش يكون خفيف جاري ومخصوش يكون تقيل بزاف. بهذا شكل هدايا. مهم فضو قيتها هادي غا نحتاج لوحد الميكا. ميكا عادية ديال الحانوت. كنحاول هكايا نديرها في هاد الإناء. وغا نفرغ الخاليط ديالي فيها باشاكايا. كنشكل بها العجين ديالي. مهم بالنسبة لخاليط ديال كومي لابلكم بانه في فيها عفوان تكتلات حاولوها كايا تصفيوها في شي صفايا اللي يسكون رقيقة. باشاكايا منيس بغيو تشكلو العجين ديال كومي ديكتوق اللي غا نديروه في الميكا. ما كاسبقاش الميكا ديالنا كاتتخنق. يعني لابلكم بانه فيه تكتلات اولا ما كيخرج لكم شمال الميكا مني كاسبقوا وتشكلوه. ضروري ما تصفيو الخاليط ديالكم. وكي ماشتوا معاي فعلا نار اللي كاسكون مهيلة كنوضع الميقلات ديالي وكنخليه حتى كي سخون مزيان. من بعد كنجيب هاد الميكا هادي اللي دارت فيها العجين وكنقطعها بهاد المقص كندير واحدة تقيبة صغي ورابا شكي يخرج منها العجين. كنشد الميقلات ديالي كندهنو مزيان بالزيت زيت نباتية يعني ماشي كندهنو بحال يتقولوها كغير كان مسحو يعني ذاك الزيت اللي كنضيفوه كنحاول مسحو كامل وكيولي الطاجين او للميقلات ما فيهش الزيت باتاتان وغير باش كير طعب. مباشرة كنشد هاد العجينة ديالي اللي في الميكا وكنحاول كينشكلها. كنشكلها دوائر بشكل عشوائي. باتشكل هاد ايا. لا لاحظوا معايا وانا كنشكل ميكا ديالي ما كتتخنق موالو الى كالخالد ديالكم فيها كيتك التولات فقط بقتتخنق لكم الميكا وما غيرت بغيش تشكل لكم العجين. ومهم اهنا ايا غير كينشف لي هاد العجين وكيبه يتحمر واحد شوية من اللي تحت كنحاول روليه باتشكل هاد ايا. غير كنروليه. كيتقرمل. يعني صبح الله العظيم يعني غير كنشكلو العجينة ديالنا بما كان ساليو يعني غير كنروليوها كانحسو بالعجينة ديالنا كيولت مو قرمشة. ومهي وغانستمر بنص طريقة دائما كان مسحو الميقلات ديالنا بوح شوية ديال ودروري ما تكون اللي عفية مهي الا باش اكيال العجين ديالكم ما تخطفش معاكم. وكنشكلو العجينة ديالنا بشكلها شوائي. وبالنسبة لهده هده هده هد الخليط هده يمكن لكم تديروها كايا في الجيب الحلواني ماشي ضروري الميكا اولا تديروها كايا واحد القارعة ديال ما تديرو فيها واحد تقيبة في الغلاقة ديال اصغير ورا وكاستبدو تشكلو بها العاجين. ولكن صراحة الميكا عملية وكتسر بضغية. وبالنسبة العجين ديالي غير كيباليين شوفوا تحمر كروليه. بهتشكل هده ايا. وغير كنكمل يعني غير كروليه كاللقاه تكرمل في دي صراحة. بالنسبة لهد الوصفة هده فكتجيزوينة بزاف مختلفة تماما عالوصفات العادية. وكيكون هده هو شكل لي الوصفة ديالنا بعد ما ساليت الحبات اللي عندي كاملين فانا حصلت على خمسة واربعين حبة يعني غير كاز ديال دقيق عطانا خمسة واربعين حبة حيث يعني كيكونوا مشبكين وكيكونوا رقاقين. صراحة كيجيش كالليال هوم رائع جدا كيجي وكايا مذهبين. وكيجيو مشبكين كيما قلت لكم. وحتى بالنسبة للمكونات ديال هوم فهم اقتصاديين جدا. وكذلك طريقة ديال تحضر ديال هوم بسيطة. بسم الله على بركتي الله هنا غنوريه لكم كيفاش كيجو من الداخل. منيكل حلو مكايا بليد ديالنا كنلقاوهم قرمشين وهشاشين يعني غير كنقيصوهم كيتهرسوا. الدراج ان انا يعني حتمني كم غيوكين ديروهم في التبصيل كنحطوهم غير بشوية صراحة كيجيو لدادين بزاف كيجي فيهم نفس المعداق ديال الحلوة كيجي المعداق ديال هوم بحل حلوة كيجيو حلوين. وخام قرمشين مني كنتناولوهم كيدوبوا في الفم صراحة انا شبهتهم للبيسكوي. كانت مني ان شاء الله اجربوهم من الاعجاب ديالكم. انا اكيد اكيد ان شاء الله اللي اجربسوهم فغيحجبوكم بزاف لحقاش فيها لان كيستحقوا الجريبة. وانذا مقالي الى ندعكم نعجبكم فيديو ومنساش تدعموني والعايك ديالكم باش تشجعوني كذلك تأول مرة كتشوفوني فمنساش تاركوه في القناة. تعلووا زرس باش جايما تصلوا بجهد ديالي. مع السلامة تلقوا فيديو اخر.